وفي آخر تقليب لصفحات الملف الانتخابي نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان وقالت المتحدثة جمان غلاين المفوضية تنتظر خطابا رسميا من رئاسة الإقليم حول موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان مضيفة لنقوم بدورنا بالتحضيرات التي قد تستغرق سبعة أشهر تقريبا وعن استقبال رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد لوفد من المفوضية أشارت غلاي إلى تأكيد صعوبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية في كردستان في توقيت واحد وقالت نحن بانتظار التوافق السياسي على موعد جديد لانتخابات البرلمان في إقليم كردستان